اهلا بكم من جديد نفت قوات الدعم السريع في السودان بقيادة الفريق اول محمد حمدان حمدتي نائب رئيس مجلس السيادة نفت ما تدوله اعلام محلي وعالمي عن حصولها على انظمة وتقنيات تجسس حديثة من اسرائيل وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع مساء امس تدولت بعض وسائل اعلام تقارير كاذبة تزعموا ان قوات الدعم السريع حصلت على شحنة انظمة وتقنيات متطورة وقامت بترحيلها الى درفور واضاف البيان تؤكد قوات الدعم السريع بشكل قاطع ان جميع المعلومات التي وردت في التقرير غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بالصلع وذاكر بيان الدعم السريع ان هناك محاولات متكررة من بعض الجهات لم تسميها التي تنسج اكاذيب وتروجها على انها عقائق لتشوي صورة قوات الدعم السريع وخاتم البيان بان قوات الدعم السريع تحتفظ بحقها في ملاحقة مروج الاكاذيب قانونا وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن صحيفة هارتس الاسرائيلية ان قوات الدعم السريع تلقت تقنيات تجسس متطورة من شركات اسرائيلية وهربتها الى معقلها في درفور لمنع الجيش السوداني من الاستلاء عليها بحسب الصحيفة للحديث مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الخبير القانوني الدكتور محمد عبدالله ويلدابوك كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم أيضا الكاتب الصحفي عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة الطيار السودانية أهلا بكم معنا أبدأ معك سيد محمد كيف تقرأ هذا البيان إذن قوات الدعم السريع تنفي بشكل قاطع أنها تلقت أي أنظمة تجسس اسرائيلية شكرا جزيلا أنا أعتقد الساحة السياسية هذه الأيام فيها كمية من الشائعات ومحاولات التشويه المتعمدة والمقصودة للكيانات السياسية بعضها البعض داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية وأعتقد هذه الأدوات الآن فعلت فعلها في الساحة السياسية وجعلت الأطراف تتباعد يوم بعد يوم ولذلك أنا أعتقد بعد النفي القاطع الذي قالته هذه القوات وهي معنية بأن تنفي أو تؤكد هذا الخبر أنا أقول هذه محاولة عندما نقرأ هذا الخبر أو هذا التغرير مقرونا أو مربوطا بأن هناك محاولات لإخفاء ذلك من القوات المسلحة السودانية والحقيقة أن الدعم السريع هو جزء من القوات المسلحة السودانية وجزء من الجيش السوداني وهو لا يستطيع أن يتعامل هكذا دون أن تعرف بعض الجهات الأمنية والاستخباراتية ما يجري داخل الدعم السريع الدعم السريع هو جزء من الجيش وقيادة الدعم السريع ليلة النهار تتعامل مع الجيش والرئيس البرهان مع الفريق حميتهم في تواصل وفي لجنة أمنية مشتركة تجمع بين استخبارات الدعم السريع واستخبارات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى أنا أعتقد مجمل أن أستطيع أن أقول أن هذا الخبر هو ليس بعيد من الجهات التي تسعى مجتهدة أو جاهدة لأن تنال من القوى الأمنية وأن تعمل في داخلها للوقيع ما هي جهات سيد محمد؟ يعني كلام حضرتك يتفق مع ما جاء في البيان حينما قال أن هناك محاولات متكررة من بعض الجهات لتشويه صورة الدعم السريع في اعتقادك ما هي هذه الجهات؟ هناك جهات كثيرة في الداخل معلومة للقريب والبعيد أنها تعمل جاهدة لتشويه سمعة الدعم السريع وتشويها القوى والمنظومة الأمنية عموما وعملت على شيطنتها وضربها وبالطبع هذه الجهة لديها مصلحة متفقة تماما مع مصلحة قوى إقليمية قوى دولية قوى لا تريد للمنظومة الأمنية العسكرية والتي هي وحيدة الآن بشكل أو آخر تحفظ هذا التوازن تحفظ هذا الاستغرار تحفظ من أن تنزلغ الأوضاع وأن تذهب بعيد إلى حيث نسف الاستغرار والأمن في البلد وأنا أعتقد هذه الجهات معلومة ولديها مصلحة كبيرة في أن لا تظل المنظومة الأمنية العسكرية واحدة قوية متماسكة هي تريد أن تجعل هذه القوى الأمنية العسكرية ضعيفة مختلفة مسترعة فيما بينها تتسر إلى داخلها الشكوك ولذلك هذا ليس في مصلحة الاستغرار ولا الأمن ولا في مصلحة السودان ولا في مصلحة الانتقال الذي تزعى الأطراف جاهدة لأن تؤسس له لمرحلة جديدة طيب إذن سيد عثمان سيد محمد ولدبوكي يشير أو يلمح إلى وجود مؤامرة محلية إقليمية دولية على قوات الدعم السريع بهدف تشويهها ما رأيك لا يعني أنا أعتقد أولا يعني لأن هذا الخبر القديم أولا هو ليس خبر جديد فواضح تماما أن السؤال يجب أن نصب حول التوقيت لماذا هذا التوقيت ولماذا هذا الخبر بالتحديد يعني ما المقصود منه وفي تقديري أن النقطة الأساسية هي ليست تهريب أسلحة أو وجود أسلحة أو نقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع من إسرائيل أو من غيرها هذه نجسة نقطة أساسية في هذا الموضوع النقطة الأساسية وهي النقطة التي أنا أعتقد أكثر خطورة في هذا الخبر هي كلمة دارفور كلمة دارفور هنا كلمة مفتاحية في هذا الخبر إذا قيل أن هذه الأسلحة في الخبر الذي المزعوم إذا قيل أن هذه الأسلحة وصلت إلى الخرطوم وتم نقلها إلى بورسدان إلى ضنغولا إلى كسلا كل ذلك له دلالات مختلفة لكن أن يقال أن هذه الأسلحة نقلت إلى دارفور هي إشارة إلى أن دارفور خارج سيطرت القوات المسلحة السودانية لماذا تنقل إلى دارفور؟ لماذا لا تنقل إلى مكان آخر؟ هي إشارة في هذا الاتجاه وكأنما تقول أن دارفور الآن تحت يد الدعم السريع لذلك ينقل إليها الأسلحة ينقل إليها الأجهزة المتطورة ليحميها من قبضة الجيش السوداني فإذا دارفور خارج الجيش السوداني هنا يصبح السؤال لماذا دارفور؟ هل هناك سيناريو فعلا الآن يتجه في هذا الاتجاه للتعامل مع دارفور وفق معطيات جديدة تحاول أن تعتمد على النزاعات السابقة وأن تمني سيناريو جديد لأي محاولة ربما لفصل دارفور أو التعامل مع دارفور بصورة أو محاولة على الأقل استغلال الأوضاع في دارفور أو قرب دارفور من بعض المناطق الأفريقية الأخرى أم أن الأمر له علاقة بترتيبات دمج دعم السريع في الجيش لأن هذه الترتيبات التي يضغط فيها المجتمع الدولي بالتحديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأقليمية لدمج دعم السريع في الجيش هل هذه التسريبات يقصد بها مزيد من ضخ الدماء في عملية دمج الدعم السريع في الجيش وتسريع هذه العملية عن طريق الإشارة لأن هناك خطورة كبيرة في بقاء الدعم السريع بعيدا من الجيش أنا أعتقد أن المؤشرات كلها تتجه في هذا الاتياب الذي يتعلق باستخدام كلمة الدرفور هنا ومحاولة التحديث عن الدعم السريع بثوار أن هناك الآن ترتبات لدمج الدعم السريع من فضل حضرتك هناك من رأى وقرأ هذا التقرير في السياق مختلف وقال أنه ربما ألمح إلى وجود عملية صراع ما على السلطة في السودان وربما كل طرف يحاول أن يكسب مزيد من النقاط ولذلك هذا التقرير الذي يلمح إلى أن الدعم السريع يحاول أن يمتلك هذه التقنيات الحديثة حتى ربما تدعمه في هذه المعركة معركة السلطة أو معركة الصراع على السلطة هل تتفق أو تختلف مع ما ذهب إليه البعض؟ لا أعتقد أن أعترض أو لا أتفق مع هذا التفسير تماما وهذا التأويل هناك مصلحة تجمع الآن القيادة الجيش السوداني مع قيادة الدعم السريع باعتبار أن القيادتان الآن هما في سيادة الدولة الرئيس للمجلس السيادة ونائي مجلس السيادة أي خلاف بينهما يصب لصالح طرف ثالث بالطبع منطقي جدا أن يكون هناك نوع من محاولة على الأقل توحيد الأهداف باعتبار أن الأهداف المشتركة تحقق مصالح مشتركة لكن إذا حدث الصدام بين الطرفين بالتأكيد هذا الصدام سيكون على حساب الطرفين بالضرورة لأن هناك قوى أخرى تنتظر أن يكون هناك فعلا صراع بينهما لأن هذا الصراع يضع في كل الطرفين وبالتالي يصبح هناك فرصة لأطراف آخر التثاخل أنا أعتقد ليس هناك صراعا حقيقيا بين الطرفين على السلطة بالتحديد يعني إذا حصرناها في قضية السلطة قد يكون هناك أشياء أخرى خلف الكواليس عسكرية لكن السلطة هناك اتفاق عليها عثمان مرغاني رئيس سحري صحيفة الطيار السودانية كنت معنا عبر أقمار الاصطناعية من الخرطوم شكرا جزيلا لك كمان أشكر ضيفنا عبر أقمار الاصطناعي أيضا من الخرطوم